تشهد العلاقات البحرينية الإماراتية تقدما وزهارا كبيرا في ظل رؤى وتطلعات جلالة ملك البلاد المعظم وأخيه سمو رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة هذه العلاقات الأخوية تمتد لعقود تاريخية طويلة من التعاون والتعاضد في شتى المجالات بما يلبي طموحات البلدين والشعبين الشقيقين لعل التاريخ أكبر شاهد على عمق العلاقات البحرينية الإماراتية لما يربطهما من أواصر أخوة ومحبة تمتد جذورها لعقود مديدة تهدف إلى تلبية تطلعات الشعبين الشقيقين نحو مزيد من التقدم والازدهار وأرسى قادة البلدين الشقيقين دعائم علاقات تتسم بالتعاضد والتعاون إذ تعد نموذجاً راسخاً وقوياً للعلاقات بين الدول وهو الأمر الذي أسهم جلياً في تنمية هذه العلاقات في شتى المجالات بما يعود بالخير والنفع على كلا البلدين والشعبين الشقيقين وتكتسب العلاقات الأخوية أهمية كبيرة في ظل تمتع البلدين بثقل سياسي وموقع جغرافي واستراتيجي مميز على الصعيدين الأقليمي والعالمي وتبنيهما لسياسة خارجية متوازنة ومعتدلة وكونهما من النماذج الرائدة على مستوى المنطقة في مجالات حقوق الإنسان وتنفيذ سياسات طموحة للإصلاح والتطوير والتحديث وتأتي المواقف السياسية للبلدين متطابقة دائماً إزاء القضايا الإقليمية والدولية حيث يحرص البلدان على دعم ونصرة القضايا الخليجية والعربية والإسلامية استناداً إلى عضويتهما ودورهما الفاعل في مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي وغيرها وتأتي مشاركة مملكة البحرين دولة الإمارات العربية المتحدة احتفالاتها بعيد الاتحاد الثاني والخمسين تجسيداً لحجم المحبة وتقديراً لما حققته الإمارات من إنجازات رائدة ومكانة عالمية رفيعة تبعث على الفخر والاعتزاز ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة